يثير تصاعد الخطاب الطائفي في الحملات الدعائية لأحزاب السلطة في العراق للترويج الانتخابات مجالس المحافظات المقررة في الثامن عشر من الشهر الجاري المخاوف من تأثيراته وانعكاساته المجتمعية وسط تأكيد أن ذلك مرده إلى تراجع شعبية تلك الأحزاب ومع التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق المتمثلة باتساع دائرة المقاطعة للانتخابات لجأت قوى الإطار التنسيقي إلى تكثيف حملاتها الانتخابية في مناطق تظن أن لها نفوذا فيها مع الضرب على وتر الطائفية في التحشيد الانتخابي وتعد عبارات مثل اختلال التوازن والمكون الأكبر وتجربة الحكم الديني الأكثر رواجا أثناء المؤتمرات الانتخابية التي تجريها قيادات الإطار التنسيقي المقربة من إيران فزعيم ميليشيا بدرهادي العامري ومن مؤتمر انتخابي له في المثنى قال إن انتخابات المحافظات هي تحدي حقيقي للعملية السياسية مشيدا بتأسيس ما سماه التشكيل الجهادي في العراق في إشارة منه لميليشيات الحشد التي ابتلعت البلد أما المالكي وأثناء تجمع انتخابي للترويج لإتلافه قال إن الغياب عن الانتخابات سيسبب خللا في التوازن بين المكونات رأي وافقه فيه عمار الحكيم الذي رفض دعوة الصدر بعدم المشاركة لكونها ستفرز نتائج غير متوازنة حسب قوله يمنع الناس من المشاركة عليه أن يتحمل تبعات اختلال التوازن ترويج الإطار التنسيقي لمخاوفه من المقاطعة الشعبية للانتخابات عدها مراقبون مجرد مسرحية هزلية تحاول أحزاب السلطة الإيهام من خلالها بوجود ديمقراطية تفرزها صناديق الاقتراع رغم التزوير وشراء الذمم فضلا عن اعتراف مفوضية الانتخابات نفسها بأن النتائج ستعتمد مهما بلغت ضآلة نسبة المشاركة فيها